السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إخواني وأخواتي مشاهدي ومشاهدات قناة مكافح الشبهات وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة عن المواطن الياباني الذي تحول إلى كلب موقع عربي أرتين روسي الناطق باللغة العربية نشر خبر بعنوان ياباني ينفق قرابة 13 ألف دولار لكي يحقق حلمه بأن يصبح كلبا يقول الخبر أنفق رجل ياباني مهووس بفكرة أن يصبح كلبا كل مدخراته ليصبح شبيها بحيوانه المفضل وحسب صحيفة ميرور البريطانية صرف توكو ما يقرب من مليوني ياباني ليبدو تماما مثل سلالته المفضلة من الكلاب والموقع عرض لنا فيديو بالفعل لهذا الشخص وهو بيتنطط بزي الكلب دايما للإنسان فطرته بتخليه عايز يكون أفضل من غيره فيبص للغني ويكون عايز يكون معه فلوس زيه أو أكتر منه ويبص للسعيد ويتمنى يكون سعيد زيه أو أسعد منه ويبص للقوي ويتمنى أنه يكون قوي زيه أو أقوى منه سواء قدر يوصل لده أو ما قدرش سواء قدر يحقق ده أو ما قدرش سواء عمر الخطوات اللي توصلوا لده أو ما عملش في النهاية بيكون عايز وبيتمنى أنه يكون في مستوى أفضل في كل شيء والطبيعي أن المنافسة دي بتكون مع البشر اللي زيه البشر اللي من نفس جنسه أما أن الإنسان يوصل به الحال أنه يتمنى يتحول لكلب ده اسمه انتكاس للفطرة ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان على غيره من مخلوقات الأرض فقال وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا شفت كلمة وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ دِي عارفين دي معنها ايه؟ معنها ان المخلوقات اللي انت بتركبها دي مسخرة علشانك سواء في البر أو في البحر يعني في البر جميع الحيوانات اللي بنركبها مسخرة لينا حتى البحر بنفسه مسخرة لينا الأنهار مسخرة لينا السفن والمراكب مسخرة لينا زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم خل بالك وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ الشمس والقمر والليل والنهار أيضا ربنا سبحانه وتعالى سخرهم لينا قال تعالى وَسَخَّرَ لَكُمُ الْشَمْسَ وَالْقَمْرَ دَائِبَيْنِي وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالْنَهَارِ بل إن كل شيء بين السماء والأرض مسخر للبشرية قال تعالى أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً دائما تلاقي في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول وَسَخَّرَ لَكُمْ وَخَلَقَ لَكُمْ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كل هذه المخلوقات مخلوقة ومسخرة لنا حتى الكلب تستطيع أن تنتفع به في الصيد وتنتفع به في الحراسة لأن ربنا سخروا ليك وده معنى أنك في مقام ودرجة ومنزلة أعلى من الكلب وأعلى من جميع الحيوانات لبأ أنت عايز تتدنى وتتمنى أنك تنزل لمستوى الكلب ده ربنا سبحانه وتعالى خلقك في أحسن تقويم يعني في أجمل صورة وأفضل هيئة بل أمر الله الملائكة بالسجود للإنسان أبو البشر سيدنا آدم عليه السلام والله لم يترك البشر بلا قوانين أو شرائع تنظم حياتهم بل أنزل الوحي وأرسل الرسل وشرع الشرائع وأنزل الأحكام والقوانين والقواعد التي تنظم شؤون الحياة وأنزل الله في هذا الوحي ما يذكر الناس بقيمتهم الإنسانية ويذكرهم بدورهم الحقيقي في هذا الكون وأخبر الله البشرية بوجوب محافظتهم على فطرتهم السوية بل أنزل الله ما يعرف عند العلماء بالكليات الخمس أو مقاصد الشريعة الخمس حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال دي اسمها مقاصد الشريعة بل من تكريم الله للإنسان أنه حرم عليه أن يظلم أخاه الإنسان فقال الله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا بل ساوى الله سبحانه بين البشر جميعا من حيث العرق واللون فيقول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد خلي بالك هنا بيخطب الناس مش بيخطب المسلمين فقط يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى إلا بالتقوى التفاضل بين البشر بالتقوى فقط وبالقرب من الله فبعد كل هذا التكريم الإلهي للإنسان نتساءل لماذا ينحدر الإنسان هذا الانحضار الفكري والثقافي والأخلاقي والمجتمعي له الإنسان بيفكر أنه يكون في مستوى أقل منه عقلاً وفكراً وكرامةً ومكاناً له الإنسان يتمنى أنه يكون حقير أغلب البشر يعيشون جاهلية أسوأ من الجاهلية الأولى كل يوم بيعد علي بيخليني أزداد يقيناً بحاجة البشرية إلى الإسلام دين كامل شامل يتحدث في جميع مناح الحياة وينظم شؤون الناس ويعطي كل ذي حق حقه دين ليس في عنصرية ضد أحد دين لا يميز بين البشر بحسب لغتهم أو لونهم أو عرقهم دين جعل بلال الحبشي الأسود سيداً بين الناس حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دين يحرم القتل ويجرمه ويقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس يعني من قتل نفساً بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً أنتوا عارفين كم طفل بيموت سنوياً من الإجهاض لوحده؟ السنة دي فقط يعني خلال أقل من ستة شهور يعني لغاية واحد وتلاتين خمسة مات أكتر من سبعتاشر مليون طفل عن طريق الإجهاض النهاردة عدد المتوفين حول العالم بسبب الجوع أكتر من 24 ألف إنسان أنت متخيل الرقم ده 24 ألف إنسان ماتوا النهاردة بسبب الجوع شوف أنت لما تكون صايم بتكون منتظر المغرب يأذن وعلى ما بيجي المغرب بيكون حالتك عاملة إزاي؟ لا الناس دي بقى عاشوا أياماً طويلة بلا أي طعام حتى ماتوا من الجوع بالله عليكم الشخص اللي حلم حياته أنه يتحول لكلب ده ده كم ممكن يدفع نص المبلغ ده لإنسان فقير أو مريض أو محتاج؟ حسب لكم رابط الموقع ده في وصف الفيديو في إحصاءات يشيب لها الرأس لذلك البشرية والله تحتاج إلى الإسلام هذا الدين العظيم الذي يقول رسوله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقيا فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجراً قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر الدين الذي يعلمك الرحمة حتى بالبهائم أولى أن يحكم ويقود البشرية من جديد فواجبنا كمسلمين أن ندعو هؤلاء الناس إلى الإسلام الصافي كما أنزله الله على نبيه وحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام وبهذا تستقر البشرية وتعود إلى الله من جديد أرجو نشر الحلقة على موقع التواصل الاجتماعي في سبوك و تويتر وغيرهما والدال على الخير كفاعله كما يقول النبينا عليه الصلاة والسلام والله حضرتك مهتم بتفنيد أكاذيب أعداء الإسلام فيمكنكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك إشعار بكل حلقاتنا الجديدة هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته